أهلاً وسهلاً بالمشاهدين واصل هذا الدفق المباشر والحيل لصباح الشروق في زاوية الختامية الحوارية المهمة ولو تابعت أنه من بداية صباح الشروق ارتباطاً بالكلور مروراً بوزارة التنمية وصداقة وزير التنمية الاجتماعية بخصوص ظاهرة التشرد امتداداً لدور الجامعات في خدمة المجتمع نشهد ظروف صعبة وستثنائية دم تحتاج لتكاتف الجميع بلا استثناء ومؤسسات التعليم العالي على صعيد الدول المتقدمة هي بتوليلة أهمية كبيرة جداً نظراً لأهمية تأهيل الطلاب وتدريبهم وتأهيلهم والسيفاء لسوق العمل في كافة الميالات في زاوية أخرى جانب مجتمعي أن الطلاب يسهم إسهام كبير جداً في خدمة المجتمع في زوايا متعددة نحن سعادة أن نتكلم في هذا الموضوع وفي عدد من المحاور مع دكتور جميل الجمعابي اقتصاص علم الاجتماع والتربية عميد عمادة البيئة بجامعة النيلين وأيضاً سفيرة العمل الإنساني والطوعي بالاتحاد العربي العمل الطوعي سعادة جداً وجودك صباحاً دكتور أهلاً ومرحباً بكم أهلاً بأسرة غنات الشروق أنا سعيدة جداً أكون في هذا الصباح في صباح الشروق الله يزهر أهلاً ومرحباً بكم دكتور الحديد عن الجامعات هو دورة فطفات شديد يعني أكيد وجوانم متعددة ومجذرة وصعب إنه نختصر في المساحة دي لكن نأخذ زوايا سريعة يعني الدور شون ممكن تلعب الجامعات لو ربطناه بالواقع الآن للمجتمع أهلاً ومرحباً بكم جديد أستاذ حمزة وحقيقة الجامعات هي مؤسسات النهضة والمعرفة والتطور والتقدم في كل مجتمعات العالم لدى الجامعات رؤى وأهداف ورسائل كبيرة جداً يتقوم بها تجاه المجتمع رؤية ورسالة الجامعات لا تنفصل عن احتياجات المجتمع المحلي وعلى الجامعات إذا حبينا أنه زي ما قلت في العجالة دي نشير لبعض اللقاط المهمة جداً عن دور الجامعات في خدمة المجتمع بنلقى أنه رسالة ورؤية الجامعات تتلخص في ثلاث محاور البحث العلمي، التعليم، البحث العلمي وخدمة المجتمع طيب دكتور نحن في الفترة الأخيرة للأسف يعني الطلاب دي العقولهم بيجود بكثير جداً من الموضوعات والقضاء الممكن تخدم المجتمع ذاته يعني أسس فيه وتأسيس متين لكن دائماً بحث الطلاب هي حبيثة الأدراج لفترة من الزمن يعني نبطي جيد النور فمحتاجين لشنو في ظل التوقيت يحمي نعيشه الآن من إدارة الجامعات ومن المجتمع نفسه نحن الآن في مجتمع المعرفة الجامعات يجب أن توظف المعرفة والبحوث بحوث التخرج تجاه غضايا المجتمع الملحة الطالب تخرج يعني ما عايزين عدد طلاب كم بل عايزين نوع فبالتالي لما نخرج طالب متخرج من سي كلية التجارة كلية التجارة فيها قسام إدارة الأعمال التي هي مرتبطة الآن أصبحت بريادة الأعمال والابتكار دايرين خريج البحث بتاعه يخدم قضية يكون هو رايد في المجال المعين يكون هو منتج يكون مبتكر ومبادر نغير المفاهيم يا أستاذ حمزة طاعت إنه نحن الجامعات بتخرج للحصول على وظيفة فبالتالي إذا وظفنا هذه البثوث ووظفنا المعرفة تجاه ما يخدم المجتمع بنلقى نحن كده يعني ربطنا ما بين المعرفة وما بين الاقتصاد ما بين الوظيفتين للجامعات اللي هي الوظيفة المعرفية والوظيفة الاقتصادية يا سلام دكتور جيميلة في الدولة المتقدمة دائما معروف شغفة طالب من هو صغير بيعرفه وعايز يعمل شنو في المستقبل دم مساردة الدولة وخطوطها الاستراتية لكن المتاع عندنا نعجبه والآن في السودان المطلوب شنو برضو من إدارة التعليم العالي والمؤسسات الجامعية إنه توازي ما بين الجانب النظري وما بين الجانب العملي حتى إنه نخرج جيل يسهم إسهام مباشرة في خدمة المجتمع في سوق العمل طوال مباشرة نعم شوفوا حاجة مهمة جدا يعني الآن معايير الاحتماد للجامعات في كل العالم بتحتمد على عدد من المحاور والمعايير المهمة في الحوقمة والإدارة والبحث العلم وغيره وفي ختام هذه المعايير تاتي خدمة المجتمع باحتبار إنها هي معيار مهم جدا تصنف من خلال الجامعات مدى تميزة فبالتالي يعني مع هذه المتغيرات لا بد من أن ترتقي الجامعات بدورها فترتبط الجامعات بالقضايا المجتمعية وده بيتبين لنا في العديد من الجوانب يعني كل الكليات وكل التخصصات وكل المجالات تخدم المجتمع يعني مثلا إذا أخذنا كليات التقانى والعلوم الحاسوب التعليم الإلكتروني التعليم الإلكتروني يسهم على عدد كبير جدا يقدم خدمة معرفية فبالتالي بتبقى دي وظيفة معرفية بنكون غيرنا المفهوم التقليدي للجامعات وأصبحت الجامعات هي بترتبط ارتباط كبير جدا بغضايا المجتمع وعلى مراكز تنمية المجتمع المنتشرة والتي تدبع لكليات تنمية المجتمع بالجامعات هي خير رموزج لما تقدمه الجامعات في هذا المجال إضافة للمستشفيات والأدوار الكبيرة اللي بتقوم بها لخدمة المواطنين في الأحياء والقوافل الصحية وغيرها وغيرها من البرامج المجتمعية التي تقوم بها الجامعات ما نمشي من الموضوع دسائي بخصوص التنمية المتعوى على جانب المؤسسات الصحية كثير جدا من المستشفيات الجامعية هي أصبحت تقلل عبء الأسر على الحصول على علاج أو كذا يعني بصورة رمزية فبرضو دي فيها أسهم كبير بالنسبة للمجتمع على ذكر جامعة النيلين إذا كان في منطقة المقرن وإنتي في جامعة النيلين هي شبكة بالشبكة على كثير من المناطق الموجودة حولها فده الدور كبير وعظيم يعني للجامعات ما في شك وهنا لابد أن نحيي دار الجامعة النيلين وعومتها كلية الطب كانت على النيلين الذين تعاقبوا على هذه الكلية المتميزة جدا ليس إرحيازا للجامعة ولكنها هي في حقيقة المقرن والله يدعم في الأساس جامعة نعم كلية متميزة تقدم خدمة كبيرة جدا عبر الشراكات وعبر المستشفيات فلديها مستشفى المقرن الجام وليس هو فقط تعليمي وإنما هو يقدم خدمة للمواطنين في منطقة المقرن أيضا هناك مستشفى بشاير مستشفى بشاير ذا اللي بيقع جنوب الفرطوم في منطقة مايو هذه المنطقة التي نعلمها جميعا فيها منطقة الإنقاذ ومايو فيها اللي هي عدد كبير جدا من المواطنين يحتاجون إلى خدمة مؤهل تاهيل كامل من كل الجوانب تم أيلولة هذا المستشفى قبل سنوات إلى جامعة نيلين والآن هو يقدم خدمة مجتمعية طبية صحية لمواطن هذه المنطقة فهذا أمر كبير وأنا أفتكر مهم جدا والعديد من الجامعات لديها هذا الشأن وهذه الخدمة المجتمعية فهذا يؤكد أن الجامعة خرجت من إطار القاعات والمعامل في داخل الجامعة أهميتها وانتقلت المجتمع للمساهمة في غضايا المجتمع اجتماعيا صحيا بيئيا اقتصاديا وهكذا دكتور جميلة الجامعة هي سودان مصغر سودان مصغر لكل ولايات السودان بتلاقوا في مكانه واحدة الهم الأول والرئيس بالنسبة لهم التعليم والتعلم ولكن في جانب آخر قد نخفل وهو في كل لحظة هو جانب التواصل الشعبي فده تماسك كبير جدا من جنب والجامعات أنت أقمت أسبوع البيئة فبالعادة دائما الأسابيع تكون ثقافية أسابيع لعلاغة بالفن وكذا لكن إنه يكون فيه التماس رئيس لقضايا البيئة عندكم فده جيزه ممكن نقف عنده في المساحة دي فكلمين عنه نعم شوف الأمم المتحدة في عام 22 لما احتفلوا بيئة اليوم العالمي للبيئة احتفت الأمم المتحدة وقالوا أنه ليس لدينا سوى أرض واحدة يعني الكواكب كثيرة متعددة يا خمسة لكن الأرض واحدة واحدة علينا أن نحافظ على هذه الأرض ناسا على الكائن الموجود في هذه الأرض على مياه هذه الأرض على هواء الموجود على كل التفاصيل التي يعيشها الإنسان وبالتالي تشكل البيئة المحيطة فإن كانت الجامعات لها دور كبير في المجتمع كما ذكرنا فيعني ذلك أنها بيئة الجامعات والبيئة المحيطة حولها لا بد أن تكون بيئة صحية جازبة بيئة متطورة فحقيقة نحنا في جامعة النيلين أقمنا إسبوع البيئة اللي هو نظمته لجنة ترقية البيئة الجامعية وأشرف عليهم عمادة البيئة باحتبار أن تحت شعار أن البيئة مزئولية الجميع وقلنا بأثنى مزئوليتنا يعني الطالب مزئوليته أنه ينظف المكان الحواليه وما نضافه بس مزئولية الأمن والسلامة والصحة المهنية وكل التفاصيل متعلقة بين البيئة هنا لا بد أن أحيي يا أستاذ حمزة والسمحتلية محلية القرطوم التي كانت لنا خير سند وخير معين بوحتارها المختلفة لإنجاح هذا الأسبوع والذي ستتواصل اللقاءات والشراكات وبرضو كمان أنا دايرة أشير لجزئية مهمة جدا أننا حينما نود خدمة مجتمع حقيقية لا بد أن نقوي الشراكات والتواصل مع المؤسسات ذات الصلة الرسمية والخاصة وعلى شراكتنا مع محلية القرطوم يعني أتت بثمارها من خلال إنجاح أسبوع البيئة الذي ما ذال الآن الآن لدينا عمل في الجامعة خاص في كليتين العلوم والنفط والمعادن خاص بصحة البيئة في هذه الكلية لأهمية طبعا نعلم أنه كلية العلوم بها مواد كيميائية وبها خيرها حفاظا على صحة الطبق طيب بواقع يعني دورك الأول الأول كأم وكراعية اجتماعية وكمختصة وكم مهمومة ومهمومة بالشكل العام يعني كثير من الظواهر السالبة ممكن تنشط من خلال الجامعات يعني إذا ما كان في رقاة بشكل مضبوط خاصا في الفترة الأخيرة في ظل السيولة دي فبذا ويا شوفك أنت كيف ممكن نقدر نقلل نوضع الطلاب أو نكون حريصين نكون قريبين لهم في ظل التوقيت معيش والهسدة انتشار المخدرات وأنواع المختلفة ممكن تشكل مهدد كبير بالنسبة للسودان والله أشكرا جدا يا حمزة يعني أنا بفتكر ده ربط جميل وواقعي لأن الجامعات طالما أنت قلت هي سودان مصقر هي تجمع تشميل كل ثقافات المجتمع المتباينة والطالب لما يكون في الجامعة يكون في فترة حركة وخطيرة جدا اللي هو جاء بعد مرحلة ثانوي برحلة فترة المراحقة فترة الشباب الشباب دي هو زي ما نقول دي فترة الرياضة والقيادة وفترة النهوض بالمجتمع إذا نحن خلينا الطلاب فقط نديهم محاضرات الطلاب ما تبقى لديهم من زمن سيتم هدره وتوظيفه من غير ما ينفع ولكن لا بد من توظيف طاقات الطلاب اللي هي عبر المناشطة الطلابية وتفعيل الأنشطة الطلابية المختلفة وتكوين روابط يعني حتى تكلمنا عن البيئة لا بد أن تكون هناك روابط أصدقاء للبيئة الروابط الطلابية هذه تؤكد وتعمل على التقليل من الظواهر الاجتماعية السالبة والتي في مقدمتها المخدرات ومتشار المخدرات ترويجا وتعاطيا وهكذا هنا ياتي الدور لعمدات شؤون الطلاب بالجامعات والتي تقوم بجانب جانب الاجتماعي تقوم بجانب التقافي اللي هو تنشيط الجانب التقافي لدى الطلاب وتفعيله وبحمد الله سبحانه وتعالى لدينا أيضا في جامعة ثنيلين مسرح جامع هذا المسرح متنفس للطلاب يقيم فيه أنشطتهم المختلفة وبالتالي لا بد من أن يكون هناك وعي فكري ونستخدم الطلاب للوعي والله هذا نقطة مهمة أن الطلاب نفسهم هم اللي وعوا طلاب أبناء جيلهم هم أقرب للحاجة دي يعني ممكن لو كانت المعلومة جات من أستاذ على حسب هواه قد ما يتقبل لكن ممكن تكون من أبناء جيل ولكن أنت مهمة أنت دقود حملة التقهير والآن يعني أنا بدع الحقيقة كل طلاب الجامعات وليس فقط طلاب جامعة ثنيلين أن يعملوا عمل جات حول محاربات ومكافحة ظاهر المخدرات التي أصبحت خطر كبير جدا يهدد مستقبل الشباب ومستقبل الطلاب وبالتالي يهدد مستقبل المجتمع فبدعوا الطلاب أن ينتظموا ويتدافعوا حول الحملات التوعوية والمجتمعية التي تعمل للمكافحة ومحاربة ظاهرة المخدرات وإحنا أطفالي يا دكتور جميلة بيقول لك جيب ولأمرك عشان يتابع معاك العملية التعليمية وما يكون بغض فيهم تعملك حاجة مشكلة كبيرة كده أو في التخريج استقبل الطلاب الجزء والتخريج فدجزه مهم يعني ارتباط الطالب بالجامعة دائما الأسر بتنظر له ارتباط إنسان متوازن إنسان ممكن هو يكون قائد بنفسه ولكن المؤسف أنه في كثير من الجامعات أو من الطلاب نفسهم ما بيكون الربط له أو لهذه الأمور بالجامعة نفسها أو بأبنائهم فقدر كيف مهم بذا ويشوفك أنت إن الطلاب يتم ربط أسرهم أو لأمورهم بالجامعة نفسها والله حاجة جميلة جدا وبعدين ده بيعمل لنا على ربط الجامعة بالمجتمع المحلي وبالأسر ودعم الطلاب المحسرين والمشاركة في الغضايا الطلابية المختلفة وتكوين من خلال تكوين أسر أصدقاء يعني ممكن يكونوا للجامعة من أولياء الأمور حتى يعني يكونوا نموذج يعني يمثلوا لبعض الطلاب من الكليات المختلفة ويكونوا لهم كيان الكيان ده هو ممكن يعمل على ربط الجامعة بالمجتمع والوقوف على القضايا المختلفة أنا أفتكر ده اتجاه برضو يفترض أن الجامعات تبشي في هذا الاتجاه يعني أنا قصدت من الحاجة دي أنه عشان العبء ما يكون كله على الجامعة أنه تتواصل مع الطالب يعني الطالب لمنصف الجامعة ما معنى خلاص ما معنى خلاص يعني على أقل تقدير أنه أولياء أمورهم يكونوا معاهم برضو على أقل تقدير ما نشوة الفرح فقط عند التخرج هم يكونوا موجودين وينبهروا يعني تكون هي مسيرة متصلة يعني طيب بخصوص الدراسك أنت وتخصصيك في العلم الاجتماع والتربية ومهمومة أيضا بأمور وشؤون الطلاب يتكلم عن العمل الطوعي هو عمل مجذر في عمق الإنسان السوداني يعني من النخوة من الفزعة وكذا فالعمل الطوعي دليل على تقدم الأمم دليل على إسهامه في المجتمع قدر كيف هو مهم انتدادا لحفاوتنا نحن في السودان نعم ونحن العمل الطوعي والعمل المجتمعي عندنا يعني أنا شخصيا بفتكر أن المجتمعات هي التي تقود الدول المجتمعات هي التي توجهها جندة الدول فبالتالي كيف من خلال تفعيل العمل الطوعي منظمات المجتمع المدني بفهم مؤسسات الاجتماعية تسند يعني الدولة تحتاج للمجتمع لإسندها يعني لازم نغير المفاهيم بأنه مش كل واحد منتظر الدولة تقدم كل حاجة لا بد من تكون هناك مشاركة فنحن من خلال العمل الطوعي حقيقة لدينا العديد جدا من الأنشطة في دور المسنين اليتام المكفوفين وغيرها من الدور الاجتماعية التي تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على الإشرار عليها مباشرة ولكن تحتاج السند والدعم المجتمعي من منظمات المجتمع المدني والأفراد المهتمين بهذا بالعمل الطوعي فأنا بفتكر العمل الطوعي برضو انتشار وسط الجامعات من خلال الجمعيات الطلابية أيضا يمكن أن يعين ويعمل على تفعيل دور الجامعات في خدمة وتنمية المجتمعات المحلية دكتور جميلة الجمعاء باقتصاص علم الاجتماع والتربية وعميد عمادة البيئة بجامعة النيلين وسفيرة العمل الإنساني والطوعي بالاتحاد العربي للعمل الطوعي نحن قدرين جدا على حضورك صباحا وده حديث القلب للقلب اللي قلب الأسر السوداء اللي بتتابعين كتب خيرك والله شكرا لك كتير والله يزخير ويعني أنا أشكرك أنت يستمتغتني وخليك لما نظل الله يزخير ونحنا أمامنا يعني بأز جميلة نتمنى أنه نحن مع بعض ننهض بدور الجامعات وننهض بدور مجتمعنا ونزل الله سبحانه وتعالى أن نعمل جميعا من أجل تماسك المجتمع والثبات واستغرار شكرا بإذن الله تعالى مقدرين كتير خيركم مجاهدين على كرم المتابعة فقرات متعددة تخلى للصباح الشروق نتمنى أنه تنارضاكم والسحسانكم حتى اللقاء مجددا في صباح الشروق دمتم دائما في رعاة الرحيم تقبلوا عاطر تحايا زملائي في تيم عام الصباح الشروق لهذا اليوم يوم الخميس لأسبوع الجاء لقاء جريدة تجدد فيه ومستغرار زميلة تجسير محمد حسين في رعاة الرحيم